أنا عايزة كده ندي برضو نتكلم عن شوية حاجات الناس تقولها يقول لك إيه؟ يا عم خد سجارة حشيش والله ما فيها حاجة الحاجات العشبية دي اللي هم فاهمين أنها ممكن والبانجو يقول لك لا 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 دي حاجات عادية غير الحاجات الكيمائية يعني أنا عايزة أفرق برضو تفرق للناس أنه كله بيمشي في نفس السكة في الآخر ده حقيقي؟ يعني المخدرات يقيم ما تكون حاجات يعني نباتية زي البانجو والحشيش أو حاجات سنستيك أو الصناعية اتفاقات المخدرات العالمية الثلاث اتفاقيات بيصنفوا الحشيش في الجدول الأول من المخدرات مع الكوكين مع الهروين مع باقي أنواع المخدرات ليه الناس بس بتقول أن الحشيش مش إدمان ودي سجارة عادية أو الكلام ده لأن الثقافة بتاعتنا احنا الشعبية بتقبل الحشيش زي الثقافة الغربية ما بتقبل الكحول والكحول عادي جدا والوايت والأسماء اللي بنسمعها فحنا في قبول للثقافة دي الويت بالضبط لكن الحشيش هو أكتر مادة مستخدمة حوارين العالم بيستخدمها أكتر من 200 مليون الحشيش لو حد خد حشيش حيبقى مدمن عليه بنسبة كام؟ بنسبة واحد من بينكم الحشيش ممكن يؤثر في إيه على المدمن؟ واحد لو ولد خد الحشيش في سن صغيرة معدل الزكاء بتاعه حيقل تمن نقطة عن الولد اللي في سن اللي مش بيشرب حشيش ودلوقتي بنشوف سن التعاطي على مستوى العالم وحتى عندنا في مصر نخفض بدل ما كان 16 سنة ممكن يوصل ل 13 سنة الأولاد بيبتدوا وجربوا فيه 13 سنة سن التعاطي ده في معظم دول العالم وتقرير المخدرات العالمي بيقول كده تاني حاجة أنه بيأثر على الأداء الدراسي لأنه بيأثر على حاجة اسمها الكوجنتف فانكشنز أو الوظائف المعرفية زي التركيز زي الزكرة زي الحكم على الأمور تالت حاجة أنه ممكن يسبب أعراض نفسية زي الاكتئاب دل نشوف حاجات دلوقتي نوبة الزهان الحدى أو بيسموها سايكوتك يعني فرس سايكوتك إبسود دي بتحصل ميلي مع الحشيش وبالذات بتحصل لما الأولاد الصغيرين عشان كده فكرة أن الأولاد أو حد يبتدي في سنه صغير خطرة جدا ليه لأن المخ بيفضل يتكون من أول الولادة لغاية منتصف العشرينات لغاية 25 سنة فلما حد ياخد في سنه صغيرة الحشيش بيتدخل في طريق التكوين المخ بيغير طريق تكوين المخ بيغيروا بالزبط فعشان كده بي عندهم تدهور دراسي بيبقى عندهم عدم القدر على إنجاز المهام اللي بتطلب منهم هي فكرة أن أنا السجارة ممكن تغيبني يعني تغيب عقلي أو تقلل من قدراتي طب فكرة بقى أنه أحياناً حد يقولك إيه يبقى حد عنده ضغط عنده مشكلة أسرية مشكلة في الشغل أياً كانت المشكلة فيقوله بس خد خد دي هتهديك وتخليك تفكر وتحل فيه نص ضعيفة بتقبل ده ومن هنا من النقطة دي من أول ما بيقبل ده بيخش فيه مسألة بقى التعاطي ثم الإدمان فبيحس إنه طب أنا هعمل إيه أنا عايز أنسى يقولك أصلاً أنا عايز أنسى بتحصل ده بيحصل حقيقي دي مجموعة من الأسباب بنتكلم عليها الشكل اللي حضرتك وصفتي ده ممكن يبقى مرتبط بالكالتشير مرتبط بضغط بنقول عليها ضغط الأقران أو الثقافة مرتبطة في المناطق مثلاً معينة أو بينفقات معينة أو كده لكن في أسباب تانية كثير إن المخدرات تبقى متاحة تبقى متوفرة سعرها رخيص في أفلام أو في مثلاً أعمال درامية بتروج لها وبتظهر اللي بيشرب مخدرات إنه بطل ولي قوي هل أنت سعيد لأنه الدراما الحقيقة عندها صوت عالي دلوقتي إنها وقفت المسائل دي وإنه ما يبقاش فكرة إنه البطل يعني متضايق فياخد سجارة يعني بقى فيه وعي في الحكاية دي في الدراما لكن أنا عايز أرجع تاني كمان الأصدقاء أحياناً ممكن يبقى حد تمام ويبقى فيه صديق هو السبب الإدمان هو سبب المشكلة يكاد يكون ده أكتر سبب نحن بنقول عادة الطفل بينتمي للأسرة أكتر لكن المراهق بينتمي للشلة أو للصحابه يكاد يكون السبب الرئيسي في التعاطي اللي هو تأثير الأصدقاء الشلة في حد من الشلة بيشرب لأنه عايز ينتمي للجروب للمجموعة دي عايز يكون زيهم عايز يقولك دور المجموعة اللي أنا بضرب معهم كلمة بضرب معهم بالضبط فتأثير الشلة أو تأثير الصحاب ده السبب الرئيسي في الغالب اللي بيخلي الأولاد ياخدوا مخدرات ليه دايماً بيتقال إنه لو أنت مدمن هيروين أو كوكيين أنت علاجك صاحب أنت انتهيت ده حقيقي؟ نحن بنفرق المخدرات حسب الشدة بتاعتها الكوكيين والهيروين والأيس أو الشابو المنتشر دلوقتي بنقول عليها هارد دراكس هي شديدة السمية وكمان تطور الإدمان عليها أسرع بكتير يعني عشان واحد يبقى مدمن للحشيش هياخده يومياً مثلاً لمدة سنة لكن الكوكيين والمواد والهيروين والحاجات دي لا ده ممكن من كذا جرعة يبقى مدمن عليها ويفقد السيطرة عليه وليها مخاطر كبيرة مش معنى كده مخاطر الحشيش أقل لا ده الحشيش ممكن يسبب فصام ممكن يسبب اكتئاب ممكن يسبب تدهور وظيفي ممكن يسبب كل حاجة نفس الكلام بالنسبة للمخدرات ثانية ممكن يحصل توقف للتنفس ممكن يحصل يعني موت مفاجئ ممكن يحصل ذنب وتسبب بنفس المشاكل لكن لكن نسبة العلاج بقى العلاج أخباره يعني كتير قوي بنشوف حتى في الدراما بيعملوا جلسات كده جمعية عشان كل واحد يقول مشكلته بيعملوا رياضة بيبعثوهم عن أصدقائهم حتى بيخليهم حتى يمتنعوا حتى عن نفس المود والمزيكة والحياة اللي عاشوها دي هل ده فعلا ممكن يخليهم متعافين ده حقيقي لكن خلينا أكد أنه لما بيتطور للتراب ويوصل لمرحلة الإدمان مش فارق نوع المادة بيأخذ ايه أو كده عشان كده لما بنعالجهم بنعالجهم مع بعض التعافي من الإدمان ممكن وممكن جدا بل بالعكس ده أجمل نجاح للمدمن أو للشخص اللي جرب مخدرات هو نجاحه في العلاج من الإدمان وهو مدمن هو ميت بيموت كل يوم بيموت كل لحظة هو وعيلته ومجتمع وناس وبلد وحاجات كتيرة ده حقيقي ممكن يتسبب لدرر لنفسه لو هو سائل عربية وشارب سجارة حشيش ممكن يسبب وفيات كتيرة في الشارع وهو واخد مخدرات ممكن يحصل سلوك عدواني أو سلوك عنيف يقتل حد يأذي حد من أهله وهو واخد مخدرات ممكن يحصل لأوفردوز ممكن يتصرف بشكل عشوائي أو شكل غير محسوب العواب